اهلا بكم اكد تقرير لمنظمة الامم المتحدة للطفولة اليونسيف ان مدرسة واحدة من بين كل خمس اغلقت بسبب الصراع الدار في العراق كما اصبح نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون طفل خارج المدارس وكشف تقرير اليونسيف ان نسبة الاطفال العراقيين المستبعدين من المدارس تجاوزت العشرين في المئة وان النسبة الكبيرة من الاطفال المبعدين عن الدراسة هم دون سن الخمس سنوات وان معدل استبعاد الفتيات من المدارس هو ضعف استبعاد رقم استبعاد الاولاد من بين الاطفال الذين تتراوه اعمارهم ما بين اثنتين عشرة واربع عشرة سنة واقع التعليم في العراق هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من طاولة حوار وسنطرح فيها الاسئلة التالية كيف انحضرت العملية التعليمية والتربوية في العراق الجديد بهذا الشكل وما هي التبعات والتداعيات الحاضرة والمستقبلية لاضطرار الناس لاخراج ابنائهم من المدارس ودفعهم الى سوق العمل او الانخراط في التنظيمات المسلحة وما هي مخاطر اطفاء الصبغة الطائفية على المناهج التعليمية وعادة توظيفها في الصراع السياسي الحالي في العراق وما هي النسب المئوية الحقيقية لظاهرة تسرب الطلاب من المدارس وكيف تحولت المرافق التعليمية والجامعات في العراق الجديد الى اماكن للشحن الطائفي واستدعاء الثارات التاريخية طيوف الطاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني سلوان العاني اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي نفحت فيها الواقع التعليمي في العراق ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب البحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الثقافة والاعلام في علماء المسلمين وسيكون معنا من الدوحة عبر سكايب الدكتور سلوان العاني الخبير في شور التربية والتعليم مرحبا بالضيوف الكرام جميعا مرحبا اياكم الله لو بدأنا كالعادة مع دكتور رافع الفلاحي الدكتور عند الحديث عن واقع التعليم في العراق بكل مستوياته ومراحله الدراسية تسمع ثمة إجماع من المختصين ومن الرأي العام عموما أن العملية التعليمية في حالة حطاط مخيف لماذا هذا التقييم السلبي أو السوداوي للعملية التعليمية في العراق بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما هو معروف أستاذ ماجد أنه أحد أهم ركائز بناء أي مجتمع أو دولة هو التعليم بناء التعليم وبناء الإنسان بناء تعليم رصين يؤدي لها مخرجات بثقافات بخبرات بكل هذه الأشياء هو استثمار بالإنسان أساسا الدول التي تريد أن تنهض تريد أن ترسم لنفسها طريقة للنهوض طريقة للتقدم لا بد أن تستثمر بالإنسان وأهم استثمار بالإنسان هو في التعليم وهذا استثمار مستدام دائمي يقدم مخرجاته على طوال الطريق والطريق مهما طال هو هناك مخرجات تفيد المجتمع تفيد الدولة تفيد التقدم تفيد كل مناحي الحياة هذه حقيقة التعليم وهذا ما يفترض أن يكون في العراق الجديد مع التحول الديمقراطي الذي يريد إعادة بناء الإنسان والعملية ترك هذه التجربة الدكتاتورية أو الشمولية ربما أنا لا أريد أن أتكلم عن الماضي حتى لا يقال هذا دفاع عن النظام الفلاني والنظام الفلاني العراق بناء على الأقل من بداية بداية نشوء الدولة العراقية الحديثة عام 21 لغاية 2003 العراق بناء مدارس جامعات تجربة تعليمية وتربوية هائلة وكبيرة والحقيقة وصلنا إلى عام 78 بشهادة اليونسكو قضى العراق على الأمية كان لديه بشهادة اليونسكو أيضاً كان لديه نظام تعليمي من أرقل أنظمة تعليمية في منطقة الشرق الأوسط كلها في المقدمة التي قدمت بها الموضوع تحدثت عن نسب أو أعداد تحدثت عن اليونسيف مستقاط من تقارير اليونسيف عن واقع التالين في العراق أنا سأترك هذا اليونسيف وتوقعاته وحاديثه سأقول أن أحد المختصين المهمين وهو دكتور وأستاذ بالرياضيات وضع دراسة وبحث مهم في هذا الجانب قال ببساطة وربما هذه الأرقام صادمة للجميع لكنها هي الحقيقة قال أن الذين ولدوا عام 1999 ودخلوا المدارس الابتدائية عام 2005 بعد سس سنوات عمره سس سنوات نحن يدخل المدرسة الابتدائية ومسيرة التعليمية إلى السادس الابتدائي 12 سنة مرحلة الابتدائية هي من الأول إلى السادس الابتدائي ومن الأول المتوسط إلى السادس الإعدادي بمعنى أن الذين دخلوا عام 2005 سيدخلون الانتحانات النهائية للدراسة الإعدادية عام 2017 العام الذي مضت قال أنه عدد الذين دخلوا إلى المدرسة بإحصائيات علمية وموثوقة الذين دخلوا إلى المدرسة عام 2005 عددهم مليون عراقي مليون طفل الذين وصلوا إلى امتحانات بشهادة وزارة التربية تربية العراقية الذين دخلوا إلى امتحانات نهائية للدراسة الإعدادية عام 2017 400 ألف فقط إذن 600 ألف تسربوا بين ترك الدراسة تسربوا هجروا قتلوا ماتوا مرضا 600 ألف وليون سيف تقول 3 ملايين ونصف خارج أنا أريد أن أصل هل هذا الرقم يعني مخيف أم من الرقم أكبر من هذا خلال هذه السنوات 600 ألف تحدث عنهم قال الذين نجحوا من الإعدادية بهذه الدراسة 24% فقط بمعنى أن 60% منهم خارج أكثر من 60% يعني منهم لم ينجحوا إذن بالتالي عدد الذين نجحوا فقط 100 ألف من مجموع مليون نحن خسرنا 10% نحن خسرنا 900 ألف هذه الرحلة 900 ألف هذا فقط الذين دخلوا الابتدائية عام 2005 إلى 2017 قس على الذين دخلوا عام 2006 و7 وهذه كلها في ظل الاحتلال كم خسرنا خلال هذه السنوات من تسرب النسب مخيفة ومرعبة ولا تعليمه في العراق لذلك العراق خارج كل هذه السياقات لذلك العراق عندما تقول ليس فيه تعليم الآن واقع حال وبالتالي أنت تسأل سؤال كبير جدا جدا كيف يتحدثون عن بناء وازدهار وديمقراطية وبلد ديمقراطية وخلصوا من الدكتاتوري فقط لو سمحتني هذه النقطة كيف يتحدثون عنها ونحن أمام نظام تعليم منهار بهذه الطريقة مخرجاتنا بهذا النظام مخرجات لا تساوي شيئا الحقيقة ولا أحد يعترف بها فبالتالي كل ما نراه مجرد كذبة كبيرة العراق ذاهب إلى الهاوية أو هو الآن في الهاوية في قعر الهاوية سنتحدث عن حاضر ومستقبل التعليم أيضا دكتور الموجودون الآن في السلطة يجادلون أن هذا الانهيار في التعليم هذا الانحطاط أيضا كان له تأسيس يعني القضية لم تبدأ مع الاحتلال 2003 الحصار أيضا أخذ الكثير من جرف هذا التعليم والتعليم يعني شهد انحدار وانحطاط في تلك الفترة دكتور عبد الحميد العاني أنت أيضا أستاذ جامع قريب من الوسط الأكاديمي والتعليمي هذا الانحدار في التعليم فقط يتجسد في الجوانب المادية هناك انهيار في الجامعات المدارس المرافق المادية هناك مدارس طينية وما على ذلك أم القضية أيضا تتعدى الجانب المادي إلى المحتوى التعليمي والتدريسي الذي يلقى على مسامع الطلاب بسم الله الرحمن الرحيم بداية قبل أن نخوض في تفاصيل هذا الموضوع أحب أن أؤكد على شيء حبما دائما نؤكد عليه في هذه الطاولة في حلقاتنا السابقة وهو أننا لا نتحدث عن قضية أو عن جزء مما مأساوي فقط وإجرائي يعني لا نتحدث عن خطأ إجرائي فيما يتعلق بالعملية التعليمية إنما نتحدث عن نوع من أنواع هذا المشروع الكبير الواسع فحينما نتحدث اليوم عن التعليم فهذه أحد الآثار لهذا المشروع الفاشل الذي أراد التدريب يعني هذا المشروع أيضا في واحد من أبعاد أنه يستهدف عملية التعليم لعملية نسفها أو تهجيرها هذا ما تتحدث به الأرقام والوقائع ولذلك يجب أن أؤكد على هذا الأمر فنحن لا نتحدث عن قضية إجرائية ربما إذا صلحت ستصلح بقية الأمور هذا أمر الأمر الآخر هناك علاقة واسعة وكبيرة جدا بين هذا الملف وبقية الملفات التي ربما عرضناها في هذه الطاولة ومن أهمها التي هي قضية الفساد والأمن وإلى أقلي ولكل من هذه الملفات إنعكاسها على التعليم أيضا لأتي الآن إلى الأسباب التي أدت إلى هذا الانحدار معروف عندنا في العملية التعليمية أن ركائز العملية التعليمية ثلاثة الذي هو الطالب والمنهج والمعلم وهؤلاء الثلاثة الطالب والمنهج والمعلم يجب أن يجتمعوا أو يجمعهم بيئة تعليمية صالحة التي هي المدرسة والوسائل التعليمية المصاحبة للعملية التربوية والتعليمية إذا كل واحد من هذه المراكاز الثلاثة والبيئة التعليمية هي لا توجد لها مقاومات حقيقية وإذا ركزنا على قضية المنهج نفسه المنهج عموما حينما يبنى في أي بلد من البلاد لا بد أن يعتمد على جوانب كثيرة الجانب الفلسفي والأخلاقي والاجتماعي ثم المعرفي نحن نرى أن اليوم في العراق طبعا لا بد أيضا للذين يهتمون بالعملية التعليمية أن يكون بناء المنهج فيه تغيير نحو الأحسن يواكب التطور ويواكب متغيرات الحياة لكن الذي جرى عندنا في العراق لأسباب أخرى الملفات الأخرى وكما أشرت في البداية أهمها العملية السياسية والمحاصصة أنه تولى مسؤولية هذا الملف ملف التعليم وهو أخطر ربما الملفات تولاه أناس إما جهلة وإما حاقدونه ولديهم سبق إصران لهذا الإفشال أو هذا التخريب لأنه تخريب التعليم معنى هدم مستقبل الأمة وأشار الدكتور أن مخرجات هذا التعليم الفاشل الآن هي مخرجات كارثية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى والآثار الكارثية هذه من الصعب إصلاحها على المدى القريب المدرسة إذا هدمت كبناء تصلح في يوم وليلة إذا توفر المال وتوفر القائمون المقاول الصادق لكن المتعلم الطالب الذي تخرج وتعبأ بمنهج فاشل منهج طائفي منهج يصبه يخرج إذا سمعت عن قضية تطيف المناهج خليني أسأل دكتور سلوان العاني وأرجع ما لا تقصد بمخرجات التعليم السلبية أو اللسية دكتور سلوان العاني في الدوحة مساء الخير أولا مساء النور أحنا مساء المرحبا دكتور تحدث دكتور عبد الحميد ودكتور رافع الفلاحي عن الأسباب السياسية في عملية التي ساهمت في عملية التدهور للعملية التعليمية في العراق متعلقة بالغزو متعلقة بالفساد الحكومي وقضية المحاصصة هل هناك أسباب أخرى لهذا التدهور غير التأثيرات السياسية المعروفة في العراق ساهمت في هذا التدهور في هذا الانحطاط الموجود طبعا هناك إجماع أو ثمة الغالبية من المختصين يتحدثون أن هناك انحطاط في العراق وهي تقارير يونسيف وغيرها هل هناك أسباب أخرى غير الأسباب السياسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم المشكلة تبدأ من احتلال العراق عام 2003 وكان أحد أركان هذا الاحتلال هو تدمير التعليم العراقي لأن التعليم العراقي هو الذي خرج علماء وأوصل العراق إلى الحالة المرموقة بين دول العالم إن كان في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات عندما أعلن أن هذا الوطن خالي من الأمية ناهيك عن أنه التطورات التي حصلت رغم ظروف الحصار نعم الحصار كان إلى أسبابه لكن لم يؤثر على البنية التعليمية لأن الدولة آنذاك اتخذت قرارات وإجراءات من شأنها تقليل الضرر الذي فرض الحصار الحصار لم يفرض العراق الحصار فرض من قبل نفس الدول التي احتلت العراق وعلى رأسها طبعاً للولايات المتحدة وبريطانيا تقارير اليونسكوية هذه الأكثر نعتمدها لأن في الدولة لا توجد تقارير حقيقة لكن التقارير تقول أن الأسباب الأساسية تبدأ من الاحتلال والاحتلال لم يريد للعراق أن يتطور لأن لو أراد له التطور لكانت الآن مدارسنا وجماعاتنا التربوية جامعاتنا تتنافس مع علاقة للجامعات الجوار يعني إذا رأينا نتكلم عن جامعات دول الخليج العربي عن تركيا عن إيران وبمناسبة التصنيف هذا الدكتور في التصنيف موجود عن جودة التعليم عالمياً وعربياً الجامعات العراقية خارج مؤشرات التصنيف بالكامل مو بس خارج أستاذ الجامعات يعني من تجي تقول أنت الآن المستويات التصنيف تتبارى الدول أو الجامعات على الخمسمائة جامعة الأولى مريد نقول مئة جامعة الأولى النمر خمسمائة والألف نحن بالخمسة آلاف الرانج العراقي أو المستوى التصنيف العراقي الجامعات اللي هي شوية نهضت بنفسها لا زالت ما تتبوى الخمسة آلاف والستة آلاف بالتسلسل ليش نحن نجي من الجامعات لأن الجامعات هي التي تأخذ مخرجات التعليم الأساسي والعام نعم إذا أنت ما عندك تعليم أساسي نشط كيف ستبني تعليم جامعي متقدم نحن الحقيقة كان العراق رغم ظروف الحصار لمدة 13 سنة ونحن لسنا في دفاع الآن نحن نتكلم عن استعراض مرحلة ما قد من الاحتلال وبعد الاحتلال الآن حوالي 404 ملايين أمي في العراق أغلبهم من الأطفال اللي يتفضل الدفتور فلاح وإشار إلى أعمارهم هؤلاء تركوا التعليم لأسباب اقتصادية لأسباب أمنية لأسباب لا يوجد فرص للتعليم بشكل متكافئ كما كان الزامية التعليم الآن لا يوجد من يحاسب إذا أنت لم تذهب إلى المدرسة قبل هناك حساب وكتاب بحيث يوصل إلى 18 سنة يفترض هو مخلص المرحلة الثانوية ومتهية أن يدخل إلى الجامعة فهذه طبعا مؤشرات يجب أن نأخذها من الذي يحاسب ما الذي ضفناه إلى التربية والتعليم هل بنينا مدارس؟ مدارس الطين تشهد علينا في كثير من مدنة هل المدن التي هدمت بأسباب خلقها على الاحتلال ومن جاء بعد الاحتلال هل بنينا مدارس كما كانت سابقا؟ أين يجلس الطلبة؟ أين يأخذون البيئة المناسبة للتعليم؟ نحن لا نطبح نقول أن كل طالب يكون عنده أجهزة إلكترونية مثل باتز وغيرها وتوفر الاتصالات الانترنت داخل المدرسة لكن على قد نقول هناك مكان آمن يدخل إلى الطالب والطالبة ووجود مدرس كفوق متطور يحمل التقدم في المعلومات نحن لازمنا متخلفين مع الأسف أقول لك وأما ما يصل إلى الخارج فحدث ولا حرج لا لغة ولا معلومات وكلهم أصحاب بعثات والآخرين محرومين من البعثات أشكرك ووضع وليحصل على بعثة واضح دكتور واضح أشكرك دكتور عبد الحميل عاية تحدثت أن مخرجات التعليم الآن سيئة أو سلبية أو ليست مناسبة للوسط للدراسة الجامعية للمرحلة الجامعية كيف هي سلبية أو سيئة هذه المخرجات؟ وما بعد الجامعة أيضا مخرجات التعليم اليوم للأسف لأسباب السابقة التي ذكرناها ما بعد الجامعة تقصد ماجستير ودكتورة؟ المخرجات التعليم الوظائفية نعم لأسباب السابقة التي قلنا أنه لا يوجد منهج صحيح ولا يوجد بيئة تعليمية صحيحة وبالتالي انعكسها الوضع الأمني والفساد والعملية التعليمية المقدمات ليست صحية النتائج تكون كارثية ولأنه أيضا العملية التعليمية الآن لأنها أيضا فاشلة فمن أسوأ مخرجاتها أنه المعلم سيكون فاشل أيضا فلما يكون معلم فاشل سيدرس هذا المعلم الفاشل أيضا سيدرس جيلا بشكل غير صحيح وبشكل كارثي طبعا لا ننكر أنه في العراق هناك كفاءات وقامات تعليمية ولذلك حينما نتحدث بحرقة عن هذا الأمر لا نتحدث بالمقارنة فقط بين الحاضر والماضي وإنما نقارن بين الواقع وبين الإمكانيات يعني إمكانيات العراق التعليمية ككوادر تعليمية ككفاءات أفضل بلد ربما موجود فيه قامات وكوادر تعليمية هو العراق لأن خبرة طويلة ومتراكمة على دينا لكن هذه الخبرات التعليمية القامات التعليمية أبعدت إما هجرت وإما اشتثت وركنت على جن وإما حتى الموجود الآن في العراق لا يستطيع ربما أن يقوم بدوره الصحية ماذا جناء المجتمع اليوم؟ يعني أولا في الجامعات الآن الذين تخرجوا من المدارس في الجامعات مستواهم ضحل جدا للأسباب الكثيرة ومنها الفساد والمحاصصة والأمن وإلى آقهه ثانيا حتى الذي يتخرج من الجامعة طبعا الذي يدخل الجامعة مستواه ضعيف سينحدر المستوى التعليم الجامعي كذلك فيكون مخرجات التعليم عموما مخرجات كل التعليم بكل مراحله ما هو وطبيب فاشل سيقتل الناس يعني هذا الآن أنا أتكلم مع المجتمع المجتمع الذي ربما يفرح لأسباب أنه ابنه تخرج لكن الكارثة ستعود عليه أولا وأخيرا سيكون لدينا المخرجات طبيب فاشل يقتل الناس سيكون لدينا مهندس لن يعمر بل ربما يبني أشياء تسقط فوق الناس وموظف مرتشي وقاضي يظلم الناس ومعلم يفسد التعليم ولدينا في وزارة العدل أربعة آلاف شهادة مزورة أقرت يعني خلص ومش الحال بها دكتور رافع الفلاحين في آخر تقرير لليونسيف يقول أنه أكثر من ثلاث ملايين كما ذكرنا طف العراقي ثلاث ملايين ونصف أجبر على ترك الدراسة هذه الأعداد المليونية حينما تترك الدراسة وتتجه إلى أعمال في بطالة مقنعة وأعمال شاقة بالنسبة للأطفال ما هي الآثار السلبية لحاضر ومستقبل البلد عندما تكون القاعدة يتم تهشيم القاعدة التعليمية بهذا الشكل المريع الموجود حاليا وفق اليونسيف وليس وفق تقرير آخر سيد ماجهة متحدث الدكتور عبد الحميد قال أنه يعني يعني تقف العملية التعليمية على ثلاث ركائز اللي هي المعلم والتلميذ والمدرسة المنهج بهذا الشكل أنا أعتقد كل الحديث ينصب الآن على بداية على معلم وجود معلم له قيمة له قيمة عليا في المجتمع له تقدير له مكانة خاصة له احترام خاص له استقلالية خاصة هذا غير موجود في العراق هذا مسحة تماما لذلك المعلم صار عملة رديئة مع احترامي لكل المعلمين لكل الأجيال لكن هكذا أريده هذا النظام السياسي أوجد هذا الموضوع لأن النظام السياسي قائم على المحاصصة وزارتين التربية والتعليم العالي ضمن مزاد المحاصصات الطائفية يعني يكسبها حزب معين ويعين بها من يشاء لذلك تكون تحت سلطة حزب معين وهذا الحزب المعين يريد أن يفرض أجدته أفكاره استثماراته ما يريده فبالتالي مخرجات ما ما يريده كما قال هذا المسؤول في التربية مدير التربية أو وكيل وزارة أن المعلمين ما احترامنا لهم أن هؤلاء قال عنهم أنهم حمير ما احترامنا لهم هكذا ومشهور نعم نعم هكذا ينظرون إليهم وحقيقة هذا يعني عندما نتذكر الأجيال السابقة والمعلم كان إذا مر في الطريق الكل تهاب حبا ومهابة له قيمة له قامة شامخة لذلك العراق خرج علماء خرج جسر المعلم أساس كل شيء في كل الدنيا في كل دول الدنيا المعلم هو أساس كل شيء عندما يكون لديك معلم له سلطة محترمة له كيان مستقل له إطار معترم من قبل الدولة والنظام السياسي ستجد أن كل كل المخرجات كل التفاصيل الأخرى تمشي بوتيرة متصاعدة تماما ستجد طبيبا جيدا مهندس راقيا وهكذا بالنسبة كل التخصصات الحقيقة عندما يصل التسرب إلى سبعين وثمانين بالمئة من حجم الأطفال بهذا الشكل المريع هؤلاء يذهبون للشارع الشارع في العراق شارع خطر موبوء ليس شارعا يمكن الاعتماد عليه والوثوق فيه شارع فيه عصابات هؤلاء الذين يذهبون إما إلى أعمال صعبة أو يذهبون إلى عصابات يذهبون إلى إلى جهات تستغلهم جهات تسرق أعضاءهم جهات تستغلهم في عصابات في قتل في سرقات في كل شيء فبالتالي وهؤلاء فأقديل لي أي قدرة على التعلم والتعليم فبالتالي أنت تخلق أجيال من الأمية كيف يمكن النهوض بمجتمع ببلد وأنت ليس لديك قاعدة من المتعلمين من الذين يعرفون القراءة والكتابة ويعرفون قيمة المعلم وقيمة المدرسة وقيمة التعليم ويحترمون الشهادة أريد أن أقول أيضا القيم الأكاديمية قيم التعليم قد تأكلت في العراق يعني إذا ما جئنا للجامعات سنجد أن الحكومات المتعاقبة من عام 2003 لحد الآن أعطت شهادات تأسيس لأحزاب لشخصيات حزبية لأناس تجار أعطتهم 43 جامعة وكلية أسست في هذه كلها تعود إلى أحزاب وشخصيات مسيسة أساسا تحت سلطة سياسية فبالتالي وتحت يافطة التجارة فبالتالي مخرجات هذه لا تساوي شيئا وأنت تزيد إلى المجتمع تدفع إلى المجتمع بطالة نوعية تضع الفرد الفرد في المكان غير المناسب له لأن مخرجاتها لا شيء وتعليمها صفر وبالتالي عندما يخرج دافوس ويقول في قوائم أن العراق خارج كل التصنيفات ستجد أن الكارثة كبيرة إلى أين نحن نذهب عندما تكون موازناتك من عام 2003 لحد الآن قد تجاوزت ربما لتريليون دولار وأنت لديك نظام تعليمي منهار بهذه الطريقة لديك 9000 مدرسة أنت تحتاج بشهادة الحكومة 6000 من عدها الآن مدرسة طينية أنت تحتاج إلى 9000 مدرسة لم تبني جامعة واحدة رصينة الجامعات الرصينة شهادات الآن أتحدث مثلا على الشهادات العليا هناك هناك الماجستير يعني يناقشون رسائل الماجستير مضحكة في عنوينها ومكية في نفس الوقت يناقشون أطروحات للدكتوراه بعناوين غريبة عجيبة لا يمكن أن تقبل ويشكنون لها لجان ومناقشة قضية كبيرة جداً إذن هم يذهبون بوعي وبتصميم وبإرادة بالعراق إلى الهاوية يدفعون العراق والهاوية وهذه كلها الأجيال التي تذهب إلى الشارع هذه جزء من تراكم الخراب تراكم الدماء سنتحدث أيضاً عن ظاهرة ذهاب الأطفال إلى سواء العنف المسلح مع تنظيمات مسلحة أو إلى مجالات أخرى خطرة كالتسول ومجالات أيضاً أخرى تستغلها عصابات منظمة نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوف الطاولة عن واقع التعليم في العراق مشاهدي قناة الرافدين الكرام يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي وعبر القمر الصناعي نيلسات على تردد 1283 أفقي ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت أهلاً بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي نبحث فيها الواقع التعليمي في العراق ضيوف طاولة دكتور رافع الفلاحي ودكتور عبد الحميد العاني ودكتور سلوان العاني عبر اسكايب من الدوحة دكتور سلوان ثمت تحذيرات من عملية التطييف أضفاء الصفة الطائفية والإثنية على المناهج التعليمية والدراسية في العراق وحشوها بالثارات التاريخية ونقاط الاختلاف والإشكالات التي جرت في التاريخ ما هي الخطورة المتأتية من هذه العملية الآن التي جارية على قدم وساق في العراق نعم بالحقيقة يعني واحد يجب أن يفكر أن هذا التغيير الذي حصل في 2003 وليس أول تغيير كنا شهدنا من بداية الدولة العراقية وتحولها من الملكية بعد الاستقلال الملكية للجمهورية وعدة أنظم جاءت لم تبني هذه الأنظمة وبضمنها آخر نظام وطني كان لم تبني مجدها وتعليمها على أنقاض الآخرين أو لم تدمر البنية التحتية السابقة إنما بناءها كان تكاملي على ما بنوا الآخرين وكان استفادة من الكفاءات والطاقات التعليمية خاصة وأسماء إحنا ليسنا في صدد تثبيتها الآن لكن أسماء كثيرة عاشت في مراحل وعهود وأنظمة مختلفة بنت النظام التعليمي وإذا في مراحل 2003 نصبح أمام حالة الصفر الصفر معناها تدمير كل شيء بنية قبل 2003 لأنه كل كان خطأ وعليه يجب بناء أمناهج جديدة وياريت يتم البناء على أساس علمي لأن التربية والتعليم والتعليم العالي يجب والبحث العلمي يجب أن لا تتخضع إلى أي عملية سياسية ولا طائفية ولا تطرفية لأن هذه الأشياء هي التي تخلق إن كان هذا الشخص مع نوع التطرف الذي يوضع في المناهج فسيكون في هذا التطرف وإذا الشخص في عكس ما تقول الكتب سيتطرف في الجانب الآخر إذن نحن نخلق جيل متطرف من الطرفين الطرف الذي يوافق المناهج والطرف الذي يعاكس المناهج وهذا ما حصل لاحقاً ما حصل من بؤر وعصابات إرهابية أو خارج عن القانون في العراق كان سببها أحد أسبابها هو المناهج التعليمية وما أثارت من فتن لم تكن منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والحين مجيء الاحتلال وما بعد الاحتلال إذن نحن يجب لذا أردنا أن يكون العراق نعم هذا ويسير مسيرة صحيحة يجب أن تصار المناهج الدراسية وخاصة في مسائل التاريخ في مسائل الجغرافية في مسائل التربية الإسلامية هذه مسائل حساسة يمكن أن تغير قانون فيزيائي أو كيميائي معادلة كيميائية أو معادلة رياضية لأن هذه لم نضعها نحن صح العلماء العرب شاركوا في وضعها لكن هذه لا تقبل الخطأ لكن وين الخطأ يصبح يصبح فيه عندما تضع مسائل تضع الجيل الجديد بدل ما يهتم بالجانب العلمي وهذه نقطة خطرة هذه نقطة أيضا خطرة إعادة توظيفه في قضية الصراع السياسي الموجود في العراق دعنا نسأل الدكتور عبد الحميد العاني دكتور إضفاء الصفة الطائفية ونفش التاريخ واستدعاء الخلافات والنقاط الخلافية والإشكالات وإعادة توظيفها في الصراع السياسي الحالي من المستفيد من هذا الاستدعاء خاصة أن هذا الاستدعاء قد أودى بالبلد قتلا وتهجيرا وخوفا يعني من الذي استفاد منه بالنهاية هو الذي ذكرنا قبل قليل أنه أصحاب المنهج متعمد للتخريب الذي يريد أن يوصل البلاد إلى هذه الهاوية وبالتعليم تحديدا كما ذكرت قبل قليل المنهج يجب أن يمرأ على أسس فلسفية واجتماعية ونفسية ومعرفية فحينما يكون البناء بتشويه هذه الأسس جميعا ولسيما في الناحية المعرفية حينما يأتي هذا هؤلاء أساسة الطائفيون بزج أفكار غريبة جدا تشويه التاريخ بروايات كاذبة وبزراعة أحقاد طائفية واستدعائها من الماضي ولسيما التي ليس لها أساس من الصحة سيكون هناك عندنا زراعة حق الطائفي مثل ما ذكر الأستاذ دكتور سلوان عند الطرفين يعني حق الطائف للجالب هناك دكتور عملية تزييف أيضا في الحوارث التاريخية وليس عملية استدعاء تاريخية وقعت حقيقة يعني والروايات حتى يعني حتى الروايات هذه ليس فقط فيها اختلافات بين مذهبين نستطيع أن نقول بل هي مكذوبة حتى داخل المذهب الواحد وفي البناء المعرفي التعليمي يجب أنه لا تأتي بروايات هي تقوم بيعني نتيجة تقوم بزيادة الشرخ أو إيجاد شرخ في المجتمع هل حاصل الآن في المناهج التعليمية الحاضرة أو الحالية في العراق أنها صناعة شرخ اجتماعي بين مكونات الشعب العراقي تنسف عملية التعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي فماذا كانت النتيجة اليوم نرى نرى أن المدارس هي عبارة والجامعات عبارة عن أوكار بهذا التعبير هيصفه كثير من المراقبون أنها أوكار طائفية بل أوكار تصفيات طائفية رأينا في بعض الجامعات هناك قتل لأساتذة وإذا خف الأمر الناحية الأمنية على الأقل هناك تصفي أو تسقيط عفوا تسقيط سياسي وإبعاد عن المراكز التعليمية المهمة وربما إجبار بعض الأساتذة وبعض المعلمين بعض الأساتذة على الاستقالة أو التقاعد المبكرة الاغتيالات التي جرت وطالت أكاديميين أو أساتذة أو معلمين تندرج ضمن هذه السياسة كلها لأنها أصبحت ممارسات طائفية معلنة أيضا يعني خاصة الشعائر المذهبية حينما يكون بشكل معلن هذه أيضا يكون نتائجها سلبية على الطرفين طرف يتمسك ويزداد هنا حقده الطائفي والطرف الآخر من مقابل الذي يرى هذه الممارسات وأنها تمس خلاف مشاعره وهذه نقطة مهمة أيضا يكون عنده ردة فعل قوية فهنا حينئذ يكون بيئة مناسبة لصناعة الإرهاب وصناعة ردود الأفعال نعم دكتور في هذه النقطة مهمة دكتور رافع الفلاحي قضية تحولت الجامعات والمرافق التعليمية إلى أماكن لممارسة أو الشحن الطائفي عبر ممارسات طائفية استدعاء ثارات خطاب طائفي يشرخ المجتمع أيضا السؤال كيف قبلت هذه الجامعات أن تنساق في هذا الركب الطائفي هذه الجامعات رسينة معتورة في العراق كيف قبلت أن تكون جزء من اللعبة الطائفية ربما بالعودة إلى إجابة سابقة أستاذ ماجد نتحدث عن وزارات وضعت في سوق المزايدات الطائفية وضعت في سوق المحاصصات الطائفية وزارة التعليم العالي للحزب الفلاني وزارة التربية للحزب الفلاني الحزب الفلاني عندما يسيطر على التربية والحزب الفلاني عندما يسيطر على التعليم يفرض أجندتك رجعنا إلى أسل المشكلة وهي المحاصصة فيأتي لذلك تآكل القدرات الأكاديمية تآكل الفكر الأكاديمي تآكل القيم الأكاديمية والتعليمية في العراق جاء من هذا لأن كل هذه الأحزاب تأتي بمؤيديها بالمستفيدين بأقاربهم بالمحصوبيات لتضعهم في هذه المراكز وبالتالي هؤلاء ربما على الأغلب رؤساء جامعات عمداء لا يستحقون أن يكون على كراسي كراسي على هذه الكراسي وحتى بالنسبة لمدير المدرسة وهكذا الفكر إضافة إلى المناهج المناهج توضع وفقاً لأهواء أحزاب معينة تحذف فصول كاملة متفق عليها علمياً وتضاف فصول أخرى غير متفق عليها علمياً لكنها تقص شخصيات وحقب معينة يريدون إبرازها لذلك جاء من هنا تزوير التاريخ هذا اللي تحدث عنه الدكتور عبد الحميد والدكتور سلوان هذا حقيقة ذلك خلق قيم طائفية لاحظ أنت عندما تتابع الآن المدارس كيف يربون الطفل ما هي طرق التعليم طرق التعليم طرق التعليم هذه طرق تحتاج إلى فكر معين تحتاج إلى توجه معين إطار معين سليم ووطني لاحظ كيف ما الذي يقال للطفل في المدرسة وهكذا في التالي الطفل عندما يدخل المدرسة من الأول الابتدائي أو الروضة وصولاً إلى الكلية ستجد أن هناك قنبلة موقوطة طائفية معبئ بفكر طائفي المجتمع الجامعي مجتمع المدرسة تحول إلى ساحة للتنفيس عن أفكار وثقافات بالية طائفية مخربة للبلد هذه الحقيقة التعليم قضية يعني واحد من المفاصل القطرة جداً جداً هؤلاء يعرفون إلى أين يذهبون بالعراق عندما يلعبون بهذا سنتحدث أين سيمضي العراق وفق هذا المنهج الآن في القضية التعليمية دكتور سلوان أنت خبير في شؤون التربية والتعليم هل لديك نسب مئوية أو تقريبية عن ظاهرة تسرب الطلاب من المدارس في العراق الحقيقة طبعاً اليونسيف دكتور سنعطيك تقرير اليونسيف تحدث عن أكثر من ثلاث ملايين ونصف المليون هؤلاء تركوا الدراسة تماماً جراء الحروب جراء الصعوبات الاقتصادية لكن هناك ظاهرة تسرب الطلاب يعني عدم التزام بالدوام عدم التزام بالحضور اليومي وما إلى ذلك نعم أستاذ شكراً عن السؤال وطبعاً هذا الكلام صحيح ويمكن يزيد عن هذا أنا قلت بحدود بين أربعة إلى خمسة مليون نعم ربما تتفاوت الحصائيات اليونسكو أيضاً إلى مصادرة وإحنا لنا مصادرنا نعم الحقيقة يعني لماذا يتسرب هذا الشهر لماذا يتسرب لأنه يرى أنه لا يوجد ضوء في النفق لا يوجد مستقبل إليه لا يوجد أنه مثل ما كان سابقاً أنه الكل الدولة مجبرة على توظيفهم استثمار هذه الطاقات والعقول هذه العقول الآن تايها ليس من يوعيها ليس هناك برامج توعية ليست هناك يعني مصانع أو مؤسسات صناعية أو زراعية أو صيدلانية أو طبية هي تأخذ هؤلاء الناس وتضعهم في المكان الصحيح هذا كل أسباب أن الدولة لا تضع ميزانية يعني مثلاً نجيب لك مثل بسيط أو إحصائية أنه في في تقريباً 2010 ميزانية الدفاع تصل إلى أكثر من 20% من ميزانية الدولة أو ربما 25% بينما التربية والتعليم لا تصل إلى صفر فارزة 5% بالعشرة من الموازنة العامة للدولة طيب كيف تبني بهذه وترى دول العالم تصرف ملايين أو مليارات لإستثمار العقول وإيجاد جامعات جديدة تأخذ مخرجات وبالتالي إحنا جامعاتنا ومدارسنا لا تخضع لأي جودة تعليم لا يوجد شيء اسم جودة تعليم اسم التلقين اسم التعليم يعني الذي يغادر الطالب لأنه ما يستفاد من عنده والطالب الآن لم يعد جاهل ووجود عنده مصادر يرى نافذة إلى العالم كيف يتعلم طلاب الدول الأخرى اللي كانت قبل 30 و40 سنة متخلفة الآن أصبحت نمور عاسيوية أجيب لك مثل بسيط في ماليزيا دولة هي مسلامية فيها الصينيين والماليزيين والهنود صارت مشكلة في بيناتهم رئسا الدولة طرحت شعار أن ماليزيا رقم واحد بالماليزي ساتو أو رقم واحد أن ماليزيا مصلحة ماليزيا تتقدم على كل الطوائف وعلى كل الأديان فإذن إحنا خلينا نأشر الفساد الآن هو النقطة الأساسية في تقريب كل مرافق الدولة لأنه الشخص الغير مناسب في المكان الغير مناسب عدم وجود استثمار للتعليم والعقول وأيضا المخرجات التعليم وسوق العمل تقريبا تكاد تكون صفر شكرا لدكتور سلوان العاني الخبير في شؤون التربية والتعليم شكرا جزيلا كنت معنا من الدوحة عبر السكايب دكتور عبد الحميد العاني الطلاب المتسربين أو تاركي الدراسة تتخطفهم التنظيمات المسلحة وميليشيات فرق موت ميليشيا الحشد منظمة داعش وهؤلاء قبل هذا التخطف حشية عقولهم بالأحقاد الطائفية والثارات التاريخية كيف سيترك أثر على أمن المجتمع على طمئنين على انسجامة يعني رأينا نحن الكثير من المنظمات حتى اليونسكو وغيرها يتحدث عن قضية سوق عمالة الأطفال وخطرها وغير ذلك لكنهم أهملوا بالفعل هذا الجانب الآخر وهو أنه هذا التسرب في التعليم هذه المخرجات حينما يترك الطالب التعليم للأسباب الكثيرة فبالتأكيد سيكون هناك ولا يوجد سوق عمل حقيقي ستتلقفه أيدي الميليشيات والمنظمات وغيرها ورأينا هؤلاء الأطفال تجنيد الأطفال تم في كل الاتجاهات وكما قلنا معبئين طائفيا وكان الطفولة هنا تقتل بسبب يعني لا نقول فقط أنه المسؤول عنها هذه المنظمات الإرهابية والميليشيات التي أخذتها الأطفال وإنما لا يجب أن نتحدث عن أسس هذه المشكلة هذه نتيجة كانت هذه نتيجة وهذا أثر لأن هذا الطفل تسرب فوجد هذه البيئة إذن المعالجة نؤكد ونقول أنه لابد أن يكون هناك معالجة شاملة نحن نتحدث عن أرخام كارثية بالمدارس الحل ليس فقط في بناء المدارس ليس فقط بتأمين المعلم الناجح وتوفير الأمن والحماية القانونية له وإن كان هذا مطلوبا الحل ليس فقط في بناء المنهج وتخليصه من هذه الآثار الطائفية والشوائب والأحقاد هذا مطلوب لكن ليس فقط هكذا هذا أمر نحن نعود ونقول أنه لا بد من بيئة صالحة هذه البيئة الصالحة هي منظومة سياسية متكاملة متعلقة بكل الملفات الأخرى حتى يكون عراق ناجح بشروع وطني شامل شكرا جزيلا إذن هذه الحلقة انتهت التي ناقشت واقع التعليم في العراق نشكر ضيفينا الدكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الثقافة والإعلام في العلماء المسلمين هنا في الستوديو وكان معنا من الدوحة عبر السكايب الدكتور سلوان العاني خبير أو الخبير في شؤون التربية والتعليم بعد دقائق قليلة نتوقف مع دكتور رافع الفلاح ليمدنا بخلاصة ما جرى بالنقاش في هذه الليلة دكتور لو سارت العملية التعليمية الآن بهذا الاتجاه بهذا الانحدار بهذا الانحطاط وفق التقارير الدولية والخبراء كما تفضل الدكتور العاني من الدوحة أين نحن سائرون كدولة وكمجتمع في العراق؟ لابد من التأكيد أستاذ ماجد هنا ما دمنا نتحدث عن التعليم يعني في هذه الطاولة المبارك جرى الحديث عن التعليم كمفردات هذا الخراب العام الذي يحيط بالعراق من عام 2003 لحد الآن عندما أريد أن أعطي مثالا ربما سيلخص كل ما تحدثنا به عندما منتدى دافوس أخرج العراق من دائرة الكفاءة والقدرة على عدم وجود تعليم في العراق عندما قال لأسباب لم يكن هذا لسبب معين هناك معايير يأضعونها لكي يضعوا هذه الدولة في هذا الموقع ويزيلوا هذه الدولة من القائمة العراق عندما وزيل من قائمة التعليم أن لا تعليم في العراق وقياسا إلى معايير معينة أولها المؤسسات درسوا المؤسسات نشأة هذه المؤسسات مرجعية هذه المؤسسات درسوا كفاءة هذه المؤسسات درسوا القدرات على الابتكار في المجتمع درسوا الصحة والتعليم الابتدائي في العراق درسوا السوق درسوا الاقتصاد كل هذه المؤشرات 12 مؤشر أساسي أوصلتهم إلى هذه النتيجة أوصلتهم إلى أن العراق فاشل فيها فبالنتيجة أنا أقول أن ما يحدث للتعليم هو نتيجة وليس السبب نتيجة خراب كل القطاعات نتيجة أن الإطار الإطار الحاكم للعراق هو إطار خرب يريد تخريب العراق فبالتالي التعليم جزء من هذا الخراب جزء من هذه الكارثة التي حلت بالعراق وإصلاح هذا لا يأتي بإصلاح التعليم ويجب دكتور أيضاً القطاعات الأخرى خرابها مرتبط مؤسس على التعليم إذا خرب التعليم خربة الصحة خرب العدل كلها مترابطة ما بعضها أشكرك والحاكم هو الإطار السياسي العام الإطار السياسي العام هو المخرب لذلك من يتحدثون الآن عن تعليم جيد عليهم أن يتحدثوا عليهم أن يحيلوا كل هؤلاء الذين مسؤولين عن العراق من عام 2013 إلى المحاكم لأن الكارثة وصلت إلى هذا المستوى العراق خارج كل القياسات لا تعليم به لا صحة الجماعة قبلوا حتى بشهاراتهم المزورة هذه الكارثة شكراً جزيلاً دكتورناً لتحدث في الأسبوع القادم شكراً جزيلاً